أهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة كان فيه زيارة مهمة جدا جدا للبطل محمود أحمد من زويل همم وأيضا التفلة تالية واللبة رغبتهم طبعا الكابتل محمود الخطيب واللي كان في استقبالهم النهاردة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وزي ما حرقكم كده شايفين اللقطات لهذه الزيارة وهذا الاستقبال من قبل طبعا الكابتل محمود الخطيب والمدير التنفيذي للنادي الدكتور سعد شلبي وكان حديث رائع وده طبعا فيه ضوء اهتمام فخامة الرئيس ودعمه لأصحاب الهمم والعمل على تمكينهم وتلبية احتياجاتهم وعهد الأهلي كمؤسسة داعمة لإستراتيجية الدولة لسيما في ملف الاهتمام بأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنواتهم وجه الكابتن محمود الخطيب كل من خالد العوضي مديري النشاط الرياضي والكابتن عجمي رئيس جهاز زويل احتياجات الخاصة والدكتور ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضم محمود أحمد وتمكينه من تحقيق طموحه ليكون بطلاً رياضياً على كافة المساواة سواء المحلية أو القرية والدولية فيه تقرير مهم جداً تعالوا نروح نشوف التقرير بخصوص هذا الاستجبال وبعد كان نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل شكراً يا كريم بتسعى دائماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس الجمهورية في الحقيقة واهتمام فخامة السيد الرئيس بهذه الشريحة اللي هي بتمثل جزء أصيل من المجتمع المصري والنهاردة إحنا يمكن كنا بالأمس القريب بنحتافل كلنا في جمهورية مصر العربية بالنسخة الرابعة من قادرون باختلاف وكان فيه استجابة سريعة من النادي الأهلي لطلب ابننا محمود وكان أيضاً معاه النهاردة تالية اللي كانت ضيفة عزيزة علينا النهاردة في النادي الأهلي وفي الحقيقة كمان الكابتن محمود كان حريص النهاردة أنه يحضر هذا اللقاء وكل قيادات النادي الأهلي ممثلة في مدير النشاط الرياضي رئيس جهاز أصحاب الهمم وأيضاً رئيس جهاز ألعاب القوة لأننا نشوف احتياجات ولدنا من أصحاب الهمم ونبقى جزء أصيل في تنفيذ التوجهات المصرية لهذه الشريحة وإدخال السعادة والسرور على كل أفراد الأسرة المصرية وإحنا يمكن كنا النهاردة لمسين ده في عيون والدة محمود وفي عيون بنتنا سعادتها البالغة أن هي في مؤسسة وطنية عريقة بحجم مؤسسة النادي الأهلي اللي في الحقيقة هي جزء من التاريخ المصري الأصيل وجزء أيضاً من رؤية واضحة لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لأصحاب الهمم يمكن إحنا النادي الأهلي مش بس بنلبي الطموحات بتاعت أولادنا اللي بيبقوا في الفعاليات اللي موجودة برغبتهم للانضمام لأسرة النادي الأهلي الكبيرة ثم أسرة النشاط الرياضي في الرياضات التنافسية بيتم تنظيمها تحت قيادات مؤهلة زي كابتن عاجمي وأيضاً رئيس جهاز ألعاب القوة لكن إحنا كمان عندنا في النادي الأهلي أيضاً لجان أخرى بتقدم مجموعة من الخدمات المتميزة عندنا لجنة أصحاب الهمم دي لجنة موجودة في اللجان العليا للنادي الأهلي ويمكن عندهم بحسن الطالع حدث مهم جداً النادي الأهلي حريص أنه هو ينظمه سنوياً لأصحاب الهمم مصرحية بيتم تنفذها بالكامل بقدرات ومواهب أصحاب الهمم هما اللي بينفذوا هذا الشأن في الحقيقة وهذا العمل الفني اللي بيبقى دايماً مبدع ومجلس إدارتنا كله بالكامل في الحقيقة بقدر كابتن محمود بيبوحارسين على توفير كل التسهيلات لأن دولة ولادنا ودولة عندهم قدرات إبداعية يمكن إحنا شفنا بنتنا تالية إزاي عندها قدرة إبداعية في الغنى وبتغني بشكل كلنا كنا سعدة بيه أيضاً ابننا محمود قدراته أيضاً في رياضة ألعاب القوة وطموحاته الأكاديمية أيضاً في أن يكون أحد طلاب كلية التربية الردية وده كان أيضاً محور في الحديث والنقاش اللي تم بينه بينه وبين كابتن محمود حتى كابتن محمود كان بيستفسر يعني عن كليات التربية الردية هل هننشئ كلية جديدة لأصحاب الهمم كان الحديث واضح مع أيضاً المهندسة أمل مبدأ في هذا النقاش اللي دار يعني وبتأكد على أن بس يبقى فيه برنامج ومصار لأصحاب الهمم وده برضو إحنا يمكن برضو واحد من المحاور الرئيسية لنا في النادي الأهلي أن احنا بنقدم برامج أكاديمية بالتعاون مع بعض الجهات منها الجامعة الأمريكية وخلافه وأعتقد أن ده برضو هيبقى بالنسبة لنا محل تفكير الحمد لله وجود في النادي الأهلي بيمثل الفخر طبعاً لأن ده بيتي من زمان وأنا سعيد جداً من الكابتن محمود الخطيب أنه أضفني للفريق وقال إن شاء الله هتنزل معهم تنبرين قريب وأنا الحمد لله يمكن كواليسك الجرأة مهمة جداً منك مع فخامة الرئيس طبعاً عبد الفتاح السيسي أن أنت تطلب منه هذا الطلب ويمكن كمان طلبت طلب مهم جداً وهو طلب من أن أنت تكون إعلام رياضي ويكون ليكو هذا الأمر شفت المناقشة وشفت الإجابة المعتادة الحقيقة من فخامة الرئيس إزاي لأن أكيد الأمر ده يتحلمنا يعني الحمد لله هو فعلاً الأمر بدأ يتحل وطول ما معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل حاجة لنا هتتحل إن شاء الله اتيشرت ودرع ويمكن الكابتن كمان وضلك على درع لنادي القائلي بيمثلك إيه واللوقتة دي إنت يعني شايفها إزاي بالنسبة لك يعني حاجة للتاريخ بصراحة إن الكابتن محمود الخطيب يبقى معاه قمدته على الدرع بتاع النادي ويعني اليوم ده مشي تنسي من عندي خالص يعني ما شهتأول عليك لك ناخد منك رسالة للنادي الأهلي لكابتن محمود الخطيب تريد أفعلها وتقول لارسالة شخصية لكابتن محمود الخطيب رسالتي للنادي الأهل نحن إن شاء الله بالفريق اللي معانا إن شاء الله إن شاء الله هنعمل حاجة كويسة وربنا يوفقنا في اللي جاي وإحنا دخلنا على كاس عالم ربنا يوفقنا يا رب ونرجع بحاجة حلوة يعني كابتن خاطيبة أشكوره طبعا يعني كابتن غالي علي وكان حلم من أحلام إن أنا قابله والحمد لله إن قابلته النهاردة ويعني شكرا جدا جدا شكرا لكابتن خاطيبة وشكرا للنادي الأهلي يعني طبعا أنا فعلا كنت بتشكل جدا مع الكابتن محمود خاطيبة السنة دي يعني في حاجة بتكون عاجباني إن أنا أكون هنا إيه الحاجة اللي عجبك إن أنت تكوني هنا في النادي الأهلي إن أنا إيه بصوا إن في دي العلبة دي ومعاهم أنا عرفت إن الكابتن إداكي تي شيرت وإداكي الدرع بتاع النادي الأهلي والداكي هم كده كده ناس هتشوفها إنتي بس الحاجات دي عجبتك طبعا يطبعا إيه اللي عجبك فيها أنت بحبي نادي الأهلي طبعا ليه بتحبي نادي الأهلي عشان أنا أهلاوية قولي للكابتن قالك ايه النهاردة الكابتن الخطيب قالك ايه انا شايفه عمال يهرج معاك هاتي عصيري من جاتب هاتي حجinate حقلوه طب طب هاتي بقول له انا عندي برد عندي برد 18 قلت عندي برد قلت عندي برد انت باعيزك تقولي كلمة للنادي الاهلي وللكابتن الخطيب النهاردة انه هو في جايبك النهاردة وقعدت ودك هداية حلو حب تقولي ايه أريد أن أقول شكراً لنادي الأهلي وشكراً لكابتن محمود خطيب